موسيقى أنا لما كنت صغير كان عندنا جار الجار محبوب بين الجميع وكان يعمل في شركة من الشركات الكبرى كنا ننتظر إذا رجع من العمل لأنه كان يجيبوا إياه بعض الهدايا والحلويات ويعطينا إياها ونحن ننبسط افتقدنا الجار سألنا عنه قالوا الجار مريض قلنا نريد أن نذهب قالوا الجار لا يستطيع أن يستقبل أحد طول وهو في البيت مريض بعدها أخذوه إلى المستشفى نحن دعينا الله أنه يشفيه ويرجع علينا سالم ننتظرنا ننتظر طويل ما رجع بعد سنة قالوا الجار بيرجع نحن فرحنا استانسنا ما نحن مصدقين كنا ننتظره من زمان رجع الجار رحت لأبوي ما قلت له يوبا الجار رجع نروح نزوره قالوا إيه نروح نزوره فرحنا إلى الجار نزوره لما دخلنا على الجار أنا فزعت صعقت ما أنا مصدق ما أنا عارف عيوني اللي تشوفه هذا صحيح أو حقيق أو مو صحيح كانت ملامحة متغيرة جداً كان إنسان ثاني كان ضعيف كان متقوقع منطوي على نفسه كان ما يريد علينا نحن نكلمه ما يريد علينا ننظر إلى ما ينظر إلينا قلت له الوالد يوبا هذا جارنا قال إيه يوبا هذا جارنا قلت له طيب وش فيه وش المراض اللي صار فيه وش العلاج اللي عطوه قال يوبا يوليدي الجار مريض بالمرض الخبيث وعطوه علاج كيميائي قلت له يوبا وش العلاج هذا اللي ما يشاف الإنسان قال يوليدي هذا مو علاج هذا سم قاتل هذا سم قاتل كلمات هذه رنت في ذاكرتي ما فارقتني كأنني أعيش الحدث بالأمس عطتني الدافع أني أنا أهتم بموضوع مثل هذا الموضوع ففعلا حبيت أني أتعرف على وشوه السرطان في جسم الإنسان يوميا تموت بلايين الخلايا وتتجدد غيرهم وأثناء تجدد الخلايا طبعا في الجسم فيه نقاط تفتيش نقاط التفتيش هذه تفحص الخلايا الجديدة إذا شافتها أنها خلايا سليمة تقول لها تفضلي أعبري وتعبر لكن لو شافتها خلايا ليس سليمة وشي صير يقوم الجسم ويقضى على هذه الخلايا وفكنا منها لكن تخيلوا لو الجسم ما قدر يسيطر على هذه الخلايا وشي صير تتكون خلايا اسمها خلايا مجنونة ليش مجنونة؟ لأنها فعلا مجنونة تتكاثر بجنون والجسم ما يقدر يسيطر عليها وهذه هي الخلايا السلطانية طيب، ليش سموه بالخبيث؟ لأن هذا المرض إذا طلع في مكان يختفي وروح يطلع في مكان ثاني ولهذا سموه بمرض الخبيث ليش الناس مهتمة بمرض السلطان؟ لأن على مستوى العالم يصاب 14 مليون سنويا بهذا المرض وهذا الرقم ممكن يزيد ويتوقعون له يرتفع إلى 19 مليون في عشرين خمسة وعشرين ومو بس كده عشرين ثلاثين ممكن يصل هذا العدد إلى اثنين وعشرين مليون النسبة السنوية في زيادة هذا المرض عالمياً يصل إلى ثلاثة في المئة المشكلة في السعودية الزيادة ثلاثة أبعاف هذا العدد في السعودية الزيادة 11 في المئة تقريباً يصاب 22 ألف سنوياً طيب والحل؟ ما الذي نستطيع أن نفعله؟ من الحلول الموجودة نحن نلجأ إلى البحث العلمي ما هو البحث العلمي؟ البحث العلمي هناك رجل باحث يقوم بالبحث في موضوع معين وهذا الموضوع عادةً ما يكون المشكلة وهو هذا موضوع البحث بطريقة معينة أو منهجية علمية وهذا ما يسموه المنهج العلمي حتى يطلع علينا نتائج البحث أو المشكلة اللي هو درس فيها من هذا المنطلق ومن إحساسي بالمسؤولية اتجاه المجتمع ومن اللي أشوفه من معاناة الناس لهذا المرض بدأت أبحث في إيجاد حلول لهذا المرض طبعاً قبل ما أبدأ بقصتي مع مركبات الذهب دعونا أسألكم سؤال أكيد لما شفتوا عنوان فكرتي سألتوا ما يعني الأمل رقم 79 أنا أقول لكم الآن ما معناته الأمل أمل ورقم يعني رقم ممكن يكون أكثر من رقم موجود 79 هو العدد الدري لعنصر الذهب المعنى العام نحن نأمل إن مركبات الذهب إنها تكون أمل ومو بس كده العنوان بعد يحمل رسالة ثانية إنه يقول للجميع أنتوا بالأمكان إنكم تسووا آمال أخرى وتعطوها أرقام سؤال الآن ليترح نفسه ليش أنا اتجهت لمركبات الذهب وش ميزها عن غيرها مركبات الذهب أو عنصر الذهب عرف من القديم بأنه يستخدم في علاجات طبية مثلاً المصريين القدامى كانوا يستخدمون الذهب حق الآلام المفاصل كانوا يشقون الجلد ويضعون الذهب وهذا يساعد على تخفيف الآلام وإن الخلايا تتجدد بسرعة سؤال ليش الصينيين كانوا يعتقدوا بأن الذهب في دبدبات وش يعني دبدبات ممكن طاقة هذه الدبدبات تسرع من عملية بناء الخلية مثلاً وهي اللي تؤدي إلى أن الآلام تتخفف الصينيين وش كانوا يساووا صينيين كانوا إذا أرادوا أن يعدوا الطعام كانوا يحطوا معدن الذهب في إناء الطبخ ويطبخوا فيه عندهم معتقد كان يقول إن مركب الذهب ممكن يعزز المحتوى المعادن في الجسم ويعطيه مناعة طبعاً أنا أول ما بدأت في البحث وخذت مركبات الذهب وبعض الأبحاث اللي سويتها هم اتضح بعض الأمور اللي من خلالها فعلاً خلتني أتجاه هذا الاتجاه لما أجي أقارن مركبات الذهب بالعلاج الكيميائي العلاج الكيميائي إلى أثر سلبية كثيرة والكل يعرفها مركبات الذهب ما لها أثر سلبية سليمة يعني آمنة على الجسم الحاجة الثانية إن مركبات الذهب فعاليتها مقارنة بالكيميائي تضح لنا إنها تفوقت على العلاج الكيميائي وفي الحاجة ثالثة مهمة جداً من المعروف إن العلاج الكيميائي يأخذ وقت ممكن الخلية السرطانية تتأقلم مع الدواء فبالتالي الدواء ما يصير له فعالية فيكون سم ما يكون دواء أساساً مركبات الذهب الخلية السرطانية ما تقدر تتأقلم مع المركبات هذه طبعاً أول بحث نشر لي كان في 2012 من 2012 إلى 2017 نشرت ثماني أبحاث في مجلات محكمة على مستوى العالم شكراً في 2014 بدأت قصتي مع براءة الإختراعات في هذا المجال فنشر لي واحدة في 2014 في 2016 ثنتين في 2017 هم ثنتين وفي ثنتين في الطريق أتمنى أنها تنشر في هذا العام طبعاً أقولها بكل صراحة هدفي من هذه الأبحاث الدافع اللي خلاني أبحث وأحاول أطلع البديل للكيميائي هو اللي يعانوا من هذا المرض أنا أتعمل مع كثير من الناس يقشعر بدني وهم يتحدثوا معي في الحديث هذا فأقل شيء أنا أقدر أقدم لهم أني أخدمهم وليس فقط أنا حتى أنتم كل واحد عنده مهنة معينة إنسانية يقدر إنه من خلالها يقدم خدمة للمجتمع اللي هو عيش فيه وهذا اللي المفروض يصير وهذا اللي المفروض أن نحنا نستخدمه ليش؟ أنت ليش تتعلم علمك مو بس إلك علمك إلى غيرك إذا ما ستنفع بعلمك أنت فبالتالي العلم أنا أعتبره ما في فايدة طبعاً السؤال اللي بعد هذا كيف مركبات الذهب تقدر تقضي على الخلايا السرطانية من المعروف إن الخلايا السرطانية أثناء تجددها ونموها تنتج بعض البروتين البروتينات هذه أنا لو قدرت أني أتبع أتبعها هذه وأمنحها من الخلايا السرطانية الخلية السرطانية تموت فماذا أفعل أنا في المختبر؟ أنا في المختبر أفعل بروتين ثاني أنا أسميه البروتين المضلل أو البروتين المضلل أو الخداع لماذا؟ لأن هذا البروتين يشبه البروتين لتطلع الخلايا السرطانية فتخلي الخلايا السرطانية ما تتعرف عليه فتترتبط معه فما ما أنا أفعله عادة أقوم أطلي هذا البروتين بجسيم الذهب وأقوم أدخل هذا المادة مركبات الذهب داخل الجسم مجرد أنها تذهب إلى الجسم أين تذهب؟ تذهب إلى الخلايا السرطانية هذه النوعية من العلاجات تسموها العلاج الموجه فأنا وجهت مركبات الذهب تذهب إلى الخلايا السرطانية مجرد أن تذهب إلى الخلايا السرطانية ما يحدث بعدها؟ يحدث أن من خلال هذا أن أعرض الجسم ضوء لأن مركبات الذهب لها خاصية تمتصص الضوء عالية جدا فهي تمتصص الضوء بشكل طاقة عندما تأخذ الضوء بشكل طاقة تتقيلين تصل إلى حد التشبع مجرد أن تصل إلى حد التشبع تقوم ويحدث أن هناك انفجار للطاقة في وقت واحد هذا يؤدي إلى أن المكان الذي مركبات الذهب موجودة فيه ترتفع الحرارة ترتفع الحرارة الحرارة هذه كفيلة بأنها تقضي على الخلايا السرطانية والجسم الخلايا السليمة لا يحدث فيها شيء طبعاً يتبادل لكثير من الناس لماذا نرى هذا؟ لماذا يستخدموه الناس؟ أنا في واحدة من المصابات اتصلت لي أنا انجرحت عندما كلمتني قالت لي أنا أبغى أستخدم هذه المركبات قلت لها ما أقدر في قوانين قالت على مسؤوليتي لا أحد يدري كانت تعاني كانت فقدة إنها تعيش فالمشكلة هنا إن الموضوع كبير جداً نحن نتكلم عن أرقام فلكية خيالية ما هو موضوع إنك تشوف دوا وتحاول إنك تاخد الموافقة عليه لا موضوع أكثر من كده لكن إحنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا ونشوف هذا الأمل يتحقق على أرض الواقع نرجع لسؤالنا المنظمة الدولية اللي هي مهتمة في تنظيم الغداء والأدوية على أساس إنك تحسن موافقة لأي مادة كيميائية إنها تكون دوا لازم تمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى في المختبر تختبر هذه المادة وهذا أنا اللي سويتها وتبين لي من الاختبارات إنها تفوقت على العلاج الكيميائي المرحلة الثانية إنك تستخدمها في وسط حيوي وهذا لا يصير دائما على الفقران هذا أنا ما سويته أنتظر المرحلة الثالثة والأخيرة إنك تجرب على واحد محتاج سريريا البحث العلمي له دور كبير جداً في حل الكثير من المشاكل اللي في المجتمع ومن المشاكل اللي في المجتمع واللي تحتاج إلى حل هي وجود الأمراض المستعصية أصحاب هذه الأمراض المستعصية حياتهم جحيم حياتهم دمار هم عيشين بس هم في أعداد الأموات نحن لازم نحاول نقدم لهم الدعم لازم نساعدهم على سات يتغلبوا على هذه الأمراض وهذا ما يكون إلا بتعاون بين الباحثين التعاون بين الباحثين موجود لكن أنا مو عاجبني ليش؟ لعله ناقص تعاون بين الباحثين عادة اللي نحن نشوفه فعلاً موجود لكن بين أشخاص لديهم تخصصات متشابهة هذا موجود في الجهة المقابلة لو كانت تخصصات غير متشابهة ناذر أن نحن نشوف أن فيه فعلاً تعاون على سبيل المثال أنا كيميائي كيميائي هل رأتوني تعاملت يا طبيب؟ أنا أحتاجك الطبيب هل رأتوني أتعامل مع متخصص في علم الأورام؟ هل رأتوني متعامل مع شخص متخصص في الكيمياء الحيوية؟ للأسف هذا موجود أنا أقول أنا الأوان نحن نتعاون جميعاً نتكاتف نتعاون مع بعضنا البعض نحط إيدنا في إيد بعض نحاول نوجد الحلقة المفقودة على الأساس نحول الأمل إلى حقيقة وشكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر